لا طبعا طيب أنا قبل ما خشت على أنت مين يمكن بعض الناس عندهم مقولة كده يقولك إذا كان لعيب كورة ما ينفعش يمسك رئيس نادي ولا يمسك بقى إداري ناجح ولا 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 كده وإن عندنا تجربة مع الكابتن محمود الخطيب كان لعيب كورة تدرج بقى كان لعيب كورة وبعد كده كان مدير كورة وبعد كده عضو مجلس إدارة وعضو لجلة كورة ودخل بعد كده نائب وبقى رئيس نادي إنت شايف تجربة الخطيب دي إيه تجربة هل خلاني نتكلم بأمانة برضو عشان بالناس لوك إنت شمعنا جبت السؤال ده في وسط الهيس صديق الله لأننا بسمحها من الناس كتير قوي يعني إنت شايف الخطيب النجاحات اللي هو عملها دي هل فعلا ربنا مديله موهبة في الحتة إذا كان مديله موهبة الكورة شوف إلى جانب الموهبة في حاجة تانية اعتراف الإنسان بقدراته ثم تفويد صراحياته بمعنى لو أنا عارف إن أنا راجل قوي في الحتة دي لكن ضعيف في الحتة دي عشان كده يبقى في شركة التسويق ماشي كده يبقى في شركة للتمويل يتخذ صور بالزبط وبالتالي التفويد في الإدارة أحد عناصر القوة وأحد أسباب النجاح النجومية لها ضوء تقف عنده لكن ما تقدرش وحدها تنجح المنظومة لا طالما عندك أزرع وأجنحة إدارية متخصصة هنا إن كانت النجاح بتإيه ده اللي عمله الخطيب أنا أعتقد هذا تماما إنه في تفويد في الصلاحيات في تفويد بدليل عايزة أقول لك الحاجة أنا بسمع مثال لما مثلا بتلاقي بعثة نادي الأهل مسافرة في حتة وتعين لها رئيس رئيس بعثة والخطيب أحنا موجود خدت بالي مرة إنه هو رئيس البعثة أولي بينزل ما بيرضاش هو ده في حد ذاته بيدو كل واحد حقه أيوة فعايزة أقول بأمانة شديدة الإدارة الناجح الذي يعرف متى يأخذ قرار ومتى لا يأخذ هو القرار اللي يعرف مين الأقوى منه في أخذ القرار خطيب نجح بمهمة قد إيه في مهمته مع النادي الأهل أعتقد الأرقام هي اللي ترد أيوة سيبك من أرقام البطولات لا أنا بتكلم عن أرقام الإرادة لا لا البطولات أصلاها معروفة ومعلنة لكن اللي مش معروفه معلن هو الإرادات نعم لا هو هو حجم الإنشاءات يعني أنا فيه ناس أنا ما رحتش لسا قرار بالوقت بأمانة بيقولولي الفرع الجديد تجمع الخامس أنا رحت بسم الله أنا لسه ما رحتش اللي رحو عايز أقولك أنا عرفت أصداؤه منين كنت باد دورة تدريبية لناس في أحد البنوك نعم قالوا لي يا ترسامي لما تفتح الفرع بتاعنا هناك ده بقى مصدر بالبيزنس بتاعنا كبنك طول زي قال لي دينا الاشتراك بالأقصاط بدون فوائد أيوة مظبوط فبالتالي قال لي إحنا كبنك يكسبنا والأهل يكسب عضوية عشان كده بيقولك الجزء اللي محد الشعرف هو جايز الجزء المالي فقط قد النادي قالوا بتاع ستة وكوبر وفيه في الأقصر وفيه في العاصمة الجديدة عشان كده وفيه في العالمين كمان حاجة جديدة عشان كده بيقول عشان كده بيقول إحنا بإيه التفويض ها واعطاء التخصص لأهله ها يؤكد إيه يساعدك في النجاح اشتركوا في القناة